أفدت مراسلة الشرق بتجدد الاشتباكات في بعض مناطق العاصمة الخرطوم وخاصة منطقتين الجيف وكافوري وأضافت مراسلة الشرق أن المقاتلات التابعة للجيش تستهدف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم عرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان وقال بلينكين أن مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والمشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار إذن عمليات نزوح ولجوء بدأت في السودان مع اندلاع شرارة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع خيارات أحلاها مر أمام المدنيين الفارين من منازلهم بحثا عن ملاذات آمنة داخل حدود الوطن أو خارجه وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن السيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في معهد هاتسن للدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيد ريتشارد سأبدأ معك بالسؤال عن نستقبل العمليات العسكرية في السودان بعد عمليات الإجلاء الحاصلة أنا أتوقع أن القتال سوف يصبح أكثر ضراوة الآن وقد غادر الدبلوماسيون لم يعودوا موجودين لتسجيل ما الذي يحصل على الأرض ولا لكي يقدموا الشكوى أو شكاوي رسمية بما يحصل على الأرض وبالتالي أتوقع أن يشتد النزاع ولكن حتى لو لم يحصل ذلك أعتقد أن النزاع سيكون طويلا لأنه يبدو أن القوى المتناحرة هي بنفس القوى تقريبا كما أن السودان دولة كبيرة جدا وهناك عدد كبير من المقاتلين سيد ريتشارد هل الموقف الأمريكي سيتغير أو ممكن أن يتغير بعد أجلاء الرعاية؟ كلا لا أرى ذلك إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية مباشر وواضح حتى ولو لم يكن فعالا دائما فالولايات المتحدة قالت من البداية أنها لن تقوم بنشر جنودها ولا حتى طبقت العقوبات فالولايات المتحدة تركز الآن على الدبلوماسية على المسار الدبلوماسي أي العمل مع شركاء أساسيين من أوروبا من أفريقيا من الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمحاولة وقف القتال الدائر على الأقل لفترة قبل الانتقال إلى حل أو نزع للفتيل العسكري القتال العسكري على المدى الطويل لذلك على المدى القصير أعتقد أن هذه السياسة سوف تبقى هي نفسها ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسبدل المزيد من الجهود الآن طيب سيد ريتشارد وجود قوات فاكنر بالصراع بالسودان كيف ستتعامل الولايات المتحدة معه وهل سيعجل بتغيير الموقف الأمريكي في الواقع على الرغم مما حصل في سوريا وليبيا وكون أن هناك الكثير من اللاعبين الذين لا تحبذهم الولايات المتحدة تدخلوا في هذه الدول إلا أن تأثير الولايات المتحدة يبقى محدودا صحيح أن الولايات المتحدة غير راضية على أنشطة فاكنر هناك ولا حتى عن وجود الصين هناك في المنطقة ولا تحب أن ترى طبعا هذا النزاع فهي إلى جانب المدنيين وليس إلى جانب العسكر ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بالكثير نظرا لأولوياتها الحالية كما نعرف الأولويات موجودة في أوكرانيا وفي الصين اليوم ليس في السودان وبالتالي الاستراتيجية الأمريكية برأيي هي أولا مساعدة الأوكرانيين على هزيمة فاكنر في أوروبا وهذا سوف يؤدي إلى أضعاف هذه المجموعة سيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في معهد هاتسون للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك